إجراءات أمنية غير مسبوقة تشهدها عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية قبيل أيام من يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن السلطات حولت واشنطن إلى منطقة أمنية بدءا من الأحد وحتى يوم التنصيب تحسبا لأي احتجاجات مسلحة قد يؤججها أنصار الرئيس دونالد ترامب بدأت الإجراءات بإغلاق العاصمة واشنطن والعديد من الطرق حول البيت الأبيض حتى الثالث والعشرين من يناير وكثفت حول الكابيتول الذي شهد أعمال عنف ومن أمامه ستجري مراسم التنصيب في هذه المنطقة تم نشر حواجز خرسانية وحديدية على بعد أميال من مداخل الشوارع المؤدية للمبنى فيما شددت الحراسة على جميع الطرق المؤدية إلى المكان من قبل ضباط إنفاذ القانون الفيدرالي والشرطات والشرطة والمركبات الحرس الوطني أيضا أقيمت حواجز أمنية حول المباني العامة وتم نشر الألاف من عناصر الحرس الوطني المسلحين في واشنطن في شوارع واشنطن في استعراض للقوة لم يسبق له مثيل في البلاد وتنوي السلطات إغلاق عدد من الجسور المؤدية لمدينة واشنطن فضلا عن عشرات الطرق وإغلاق المعالم الشهيرة في أنحاء البلاد وتقرر منع الزيارات إليها حتى الأسبوع المقبل بينما أغلقت مناطق تجارية كانت مقصد الألاف خلال عمليات تنصيب الرؤساء وطلب فريق بايدن من الأمريكيين عدم السفر إلى العاصمة ومتابعة حفل التنصيب عن بعد كما رفعت الولايات الأخرى مستوى التأهب الأمني خاصة برجينيا ومشيكين وويسكونسن وبنسلفينيا في حين أغلقت ولاية تكسس مبنى كونغرس الولاية حتى يوم التنصيب